تحول الآن إلى الزميل عوض الغنام لأنه توقع المنطقة الاقتصادية لقناة سويس لاتفاقية الإطارية في المنطقة الاقتصادية لإقليم كاتوفيتس البولندي بشأن إنشاء منطقة اقتصادية ممثلة بالعين السخنة بالتأكيد نريد المزيد من التفاصيل عن هذه الاتفاقية مع زميل عوض الغنام إليك نعم دعاء ربما من الأقدار الرائعة والجميلة أن يتوافق توقيع هذه الاتفاقية المهمة اليوم مع مرور سبع سنوات على تولي الرئيس عفتاح السيسي قيادة البلاد في ظروف مهمة للغاية لماذا هذه الأقدار جميلة؟ لأن الأوروب بولندا هي أول دولة من الاتحاد الأوروبي تبحث عن منطقة جديدة لتوطين الصناعة الأوروبية على أرض مصرية وهنا جاءت الموافقة والاتفاقية اليوم بحضور أكثر من سبعين رجلا من رجال الأعمال والصناعة البولنديين يتقدمهم وزير الاقتصاد ونائب وزير الخارجية وتم توقيع هذه الاتفاقية بحضور وزيرة الصناعة وهما الآن يتجولون في المنطقة الصناعية ربما بعد دقائق سيدهبون إلى المركز اللوجيستي والمركز الخاص بيئة التدريب ومراكز أخرى ومناطق صناعية على أرض الواقع ستكون من نصيب بولندا أو الأول دولة في الاتحاد الأوروبي تدخل هذه المنطقة الأهم في العالم لماذا هي الأهم في العالم؟ لأنها بعد سنوات قليلة ستخدم نحو 2 مليار من البشر إذا كانت كل البشرية 7 مليارات فهناك ربع هذه البشرية سيستفدون من هذه المنطقة المهمة للغاية متى بدأت الفكرة؟ بدأت في 11 من أغسس في 2015 حينما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها هذا القرار الذي كان يحمل 330 لسنة 2015 ثم انطلقت الدولة المصرية بعد ذلك لتشين هذا المشروع المهم للغاية الذي يرى الكثير من الاقتصاديين بأنه هو درة التاج المشروعات القومية المصرية وهو يستحق ذلك لأن الأرباح التي تحققت في العام الماضي فقط تقترب من 2 مليار دولار ما تم توظفهم من الشباب المصري 70 ألف شاب مصري تم تدريبه ما تم من توطينه من صناعات كبرى لا حصر لها يكفي أن أقول لك بأن هناك أهم الصناعات الصينية هناك هنا في هذه المنطقة المصنع الأطخم والأكبر في العالم ما هي الدولة رقم واحدة التي حضرت إلى هذه المنطقة الجديدة؟ كانت الصين ما هي الدولة رقم اثنين التي حضرت؟ كانت روسيا اليوم بولندا هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي والحبل على الجرار كام يقولون عشرات من العواصم هي في طبور انتظار الموافقة المصرية للدخول إلى هذه المنطقة المهمة للغاية التي تمثل رمزية لنهضة مصر وصعودها الإقليمي والدولي لأن كانت قناة السويس عبر عشرات من العقود ذات رمزية مهمة للغاية من الجانب السياسي والجانب العسكري والجانب التاريخي لكن الآن دخلت إلى الاهتمام الاقتصادي بهذا القرار المهم من الرئيس عبدالفاتيح السيسي والذي صدر فيه 11 أغسط فيه 2015 نتحدث عن ست مواني شرق بورسعيد غرب بورسعيد العريش والطور بالإضافة إلى ميناء السكنة والأدبية هناك مناطق أيضا لجستية مهمة أربع هي جزء من هذا المشروع القومي العملاق للغاية الذي تمتدي مساحاته دعاء لربعمية وستين كيلو متر مربع تخيالي هذه الضخامة من هذا المشروع على جانبي المجرى هذا المجرى الأهم في العالم العالم منذ أيام أو أسابيع كان يقف على أطراف أناميله حينما تعصرت هذه السفينة فهذه المكانة من حيث مكانتها الجو سياسية والجغرافية مهمة للغاية كل المستثمرين في العالم تتفتح شهياتهم للذهاب إلى هذه المنطقة مصر قدمت خدمات كبيرة مهمة لجذب الكثير من المصنعين كنا نجري حوارا منذ قليل مع وزيرة الصناعة سيبس على إكسترا ربما بعد قليل تحدثت على أن هناك أيضا حوافز جديدة للمستثمرين في كل أنحاء العالم حتى يأتوا إلى هنا لا ضرائب مضعفة لا ضرائب على الدخل لا ضرائب على أمور عديدة وكثيرة حتى يتم جذب مزيد من الاستثمرات إذا عدنا من المناطق الاقتصادية التي تشملها المنطقة الكبرى نتحدث عن منطقة شرق الإسماعيلية نتحدث عن وادي التكنولوجيا الذي كان حلما مصريا في متصف التسعينات لو تتذكرين الدكتور أحمد جويلي حلما كان محافظة الإسماعيلية طرح هذه الفكرة ووضع البنيان لكن الفكرة لم تنفذ الآن تحولت دعاء هذه الفكرة على أرض الواقع إلى شيء ملموس نتحدث عن منطقة السخنة ومناطق عديدة هي جزء من هذه المنطقة الليجوستية عملية التكريك على صعيدنا آخر تتم في تطوير قناة السويس أفتاح السيسي في خطابه الهم عند أمر السفينة كان يتحدث عن أيضا تطوير عدد من الموانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط كل هذه الموانئ الحديثة والجديدة ستخدم بلا شك هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة التي هي تتوسط العالم إنجاز التعبير نتحدث عن 330 مليون مواطن عربي نتحدث عن مليارات أو مئات الملايين من الأفارقة أوروبا ليست ببعيدة نحن جزء من آسيا من خلال جزيرة سيناء فبالتالي هذه المنطقة بالفعل كما يتحدث الخبراء البولنديون اليوم هم سعداء بوجودهم كشركاء أو كحاضرين في هذه المنطقة وشكرين أيضا لكل التسهيلات المصرية التي قدمت اليوم فكرة قناة السويس أو مشروع تنمية قناة السويس بدأ خمس سنوات من 2015 إلى 2020 تم فيه وضع البنية التحتية اتصالات، غاز، كهرباء، مياه، صرف، طرق كل هذه الأمور تمت في هذا الوقت القياس انتقلنا إلى مرحلة جديدة 2020-2025 وفيها توطين الصناعة المصرية، توطين الصناعة الدولية على أرض مصر وتطوير كل هذه الموانئ وأمور عديدة على كل حال سيكون لنا يوم رائع في كل المناطق المهمة هنا في تنمية قناة السويس سنذهب إلى منطقة الصناعية الصينية سنذهب إلى المركز اللوجيستي سنذهب إلى المركز التدريب التي أنشهته إحدى الشركات الألمانية سنذهب إلى الميناء لأن هذا هو فعلا بحق كما يأكد الخبراء هو ضرة تاج المشروعات القومية المصرية العملاقة التي بدأت مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه المهمة الوطنية العظيم عوض عليك دعاء نعم عوض الغنام جزيلة شكرا لك بالتأكيد والحديث ممتع لأنه كله على أرض الواقع كل مواطن مصري يشعر بكل هذه الإنجازات التي حدثت بالفعل والتي أيضا يتم التخطيط لها في المستقبل عوض الغنام جزيلة شكرا لك